موسيقى مسالتنا واضحة وصريحة هي فقط لنقول لمجلس الوزراء بأن نقابة المحامين اليوم تعمل بكافة الوسائل من أجل الحفاظ على الحريات وعلى القانون وعلى منظومة العدادة هذا شيء متوقع هذا هو ما قلناه في بياناتنا السابقة بأن مجلس الوزراء ووزير الداخلية يتعامل بهذه الطريقة إذا سمحتم هذا هو أسلوب وزير وزير الداخلية هذا هو أسلوب القمع لوزير الداخلية يعني سيادة الرئيس نحن نقول دائما وأبدا بأنه هو المحام الأول وهو الراعي الأول ومن هنا أيضا نطالبه بأن يحاسب كل من شارك في هذه الجريمة النقراء هذه الجريمة التي ينته لها الجميل نحن نطالب سيادة الرئيس بالتدخل الفوري ومعاقبة الجنة نقابة المحامين نقابة المحامين لديها مجلس وفي حالة انعقاد دائم وهي ستقوم بدراسة الأوضاع ونحن في مرحلة الانتقال من مرحلة التصعيد بالإضرابات والوقفات إلى موضوع آخر سيتم الإعلان عنه فيما بعد وهو إدخال كافة التنظيمات الوطنية واللجنة المركزية وكافة أحرار هذا الوطن من أجل محاسبة هذه الحكومة سؤال الأخير لو تكرمت سقف مطالبكم هل تم تخفيضه بعد كل ما يجري؟ أنا أقول لك وبكل صراحة بأن النضال النقابي هو نضال مطلبي ومطالب النقابات يجوز لها أن تلامس السماء فنحن عندما نطالب بإيقالة رئيس الوزراء وإيقالة من يكون من الوزراء هذا مطلب شرعي ومطلب شرعي لكل مواطن فلسطيني حسب الدستور الفلسطيني الذي ينص بأن مصادر مصادر السلطات هو الشعب والشعب هو أولى بالرقابة على سلطاته فنحن كل واحد فينا رقيب على هذه الحكومة وعليه كل واحد فينا يستطيع أن يحاسب هذه الحكومة وأن يقول لها ارحلي أو لا ترحلي وأنا أقول لهم وأتحداهم كنقيب محامين أن يخضعوا لاستفداء ويعلموا ماذا يقول بهم الشعب شكرا